عشان تفهم بعمقه أكبر إزاي الإلكترون بيتصرف كموجة رغم إنه مش موجة لازم تفهم دلة الموجة اللي عملها شرودينجر وعشان تفهم دلة الموجة اللي عملها شرودينجر لازم تفهم الأول دلة الموجة اللي معملها الشرودينجر السلام عليكم قلنا الحلقة اللي فاتت إن معادلة شرودينجر كانت بمثابة التعويزة اللي حلت كل الأمغاز اللي كانت موجودة حولين الزرة شكلها إيه بتتصرف إزاي ليه قادرة إنها تطلع أضواء بألوان مختلفة الإلكترونات اللي موجودة فيها موجودة فين وبتتحرك إزاي وعشان نعرف إزاي شرودينجر قدروا إنه يوصل للمعادلتين الجمال واللزاز والبصات دول فكان يلزمنا الأول إن إحنا نكون عارفين شوية حاجات بصات ولزاز جدا معادلات تفاضلية ومعادلات تفاضلية جزئية جبر خطي تحولات فوريه ومتسلسلة تيلور على شوية إحصى واحتمالات وشوية زيهم تفاضل وتكامل بجانب طبعا إن يكون عندها خلفية عن إيه هي الأعداد المركبة وإزاي بيتم التعامل معها وبالتالي هتكون محتاج سنة دراسية كاملة يا دوب عشان تقدر تلم بالكلام ده أو إنك تكون من القلائل سعداء الحظ اللي بيتابعوا السلسلة دي لإني مش بس هتكلم عن معادلة شرودينجر بدون مدخلك في المتاهات اللي جواها؟ ده كمان هتديلك فكرة في رحلتنا إيه هو الهدف من المتاهات دي وبيعملوا بيها إيه؟ بس قبل ما أقولك إزاي شرودينجر قدر يوصل للتعويزة اللي تبان من بره إنها شريرة؟ تعال الأول نسترجع شوية حاجات من الحلقات اللي فاتت عرفنا الحلقة اللي فاتت إن نيل زبور اكتشف إن الزرة هيبارة عن نواة مجابة بيتدور حوالها الإلكترونات في مدارات ثابتة ومحددة وقدر عن طريق التوقع ده إنه يفسر طف زرة الهيدروجين بدقة إلا إنه ما قدرش يفسر إيه اللي بيحصل للطف ده تحت تأثير المجال المغناطيسي بجانب إنه ما قدرش يفسر بضيئ أطياف العناصر وبالتالي كده معادلات نيل زبور أكد فيها مشاكل وعرفنا كمان إن زي مع أينشتاين أثبت إن الضوء عبارة عن موجة وجسيم في نفس الوقت من الظاهرة الكهروضوئية فدبروي كمان توقع إن الجسيمات نفسها اللي زي الإلكترون ممكن إنها تكون موجة وجسيم هي كمان في نفس الوقت وإستطら يحسب بشكل رياضي طول موجة الإلكترون في كل مدار من مدارات الزرة اللي عملها لالزبور وبرغم إن توقع دبروي كان توقع رياضي مش عملي لأن محدش شاف موجة الإلكترون دي قابل كده إلا إن شرودينجر قرر إنه يتعامل مع ده توقع بجدية وقفت أنه يدرس الإلكترون بالمعادلات التي توصف الموجات ونشى المعادلات التي توصف الوسائمات إذا ربما هتوصله المكان جديد لم أَدرتش معادلات نيلز بور أنها توصل له إلا أن في الفترة اللي كان بيحاول فيها شوردينجر أنه يوصل لمعادلة موجة تقدر أنها توصف الإلكترون عالمين أمريكيين واحد اسمه كلينتون ديفيسون والثاني كان اسمه لستر جيرمر كانوا يعملوا تجربة يدرسوا فيها ازاي الالكترونات بتتفاعل مع زرات المادة لما بتخبط فيها وخبلك ان احنا لسه هنا في سنة 1920 ورازرفورد اللي انا شخصيا باعتبره بطل السلسلة دي كان لسه ما اكتشف البروتون او الامبارح وحتى هذه اللحظة احنا لسه ما اكتشفناش النيوترون وقصة ان اكتخبط زرات المادة سواء بالجسيمات او بالاشعاع كان وقتها مشروع نجح جدا خصوصا بعد ما اتهرس في ميت فيلم عربي قبل كده ونجح ولو انت متابع معنا السلسلة من بدايتها فهتبقى فاكر ان رازرفورد لما خبط شريحة من الدهب بجسيمات الفا اكتشف بيها نواة الزرة ورونتجن لما خبط الالكترونات في سطح المعادن اكتشف الـ X-Ray وموزلي هو كمان لما جهه وخبط الالكترونات بسطح المعادن اكتشف بيها الشيحنات اللي موجودة جوه النواة او العدد الزري فدافزون وجيرمر هم كمان كانوا عشمانين ان هم يطلعوا بحاجة لما يخبطوا الالكترونات في زرات المادة ما هي مش هتيجي عندهم يعني وتقول شطبنا دافزون وجيرمر جابوا مسدس الالكترونات زي اللي شفناه كتير قبل كده في حلقات السلسلة وبدأ يصلطوا الالكترونات على كريستالة بن النيكل حواليها حساس الالكترونات بيتحرك بزوايا مختلفة وبدأوا انهم يتابعوا ازاي الزرات اللي موجودة في الكريستالة بتشتت الالكترونات الرجال عملوا التجربة ويجعون يشوفوا النتائج لقل قوة غريبة جدا الحساس كان شايف ان الالكترونات بتتركز في مناطق معينة اكتر من الثانية والاغرب ان كان بيبقى في مناطق مش موجود فيها الكترونات على الاطلاق والكلام ده كان بيتكرر مهما قرروا التجربة ومهما غيروا من الزوايا اللي محطوطة بها الكريستالة وكان من الطبيعي ان سؤال دي يظهر قدام عينيهم ليه فيه اماكن بتتركز فيها الالكترونات وأماكن تانية ما بيبقاش موجود فيها إلكترونات على الإطلاق الموضوع بيشبه كده لما السماء بيتمطر على منطقة معينة وتلاقي إن فيه حتة في المنطقة دي غير أنا جداً والحتة اللي جنبها نشفة تماماً فهذا شيء مش طبيعي إنه يحصل إلا إن دافزون وجيرمر سيمو عن رسالة الدكتوراه اللي عملها دي بروي اللي توقع فيها إن الجسيمات هي كمان بتتصرف زي الموجات ولها طبيعة مشدوجة الإلكترونات ممكن تكون فعلاً عبارة على موجات زي ما قال بروي والمسافات ما بين الزرات في كريستال التي الم ait strings كانت بمثابة الشقوق أو الفتحات التي تمر منها هذه الموجات والموجة لما تمر من فتحة إيه اللي بيحصلها بتتداخل وزي ما كان التداخل يحدث لموجة الضوء وكان يتدي لك مناطق مضيئة بيتركز فيها الضوء وبينها مناطق مزلمة فالتداخل برضه بيحصل لموجة الإلكترون وبيتدي لك مناطق بتتركز فيها الإلكترونات بيتخللها مناطق مفهاش إلكترونيات على الإطلاق بس لحد هنا الكلام حلو جميل ومنطقي ومبني على بعضه بس مش قاطع طيب ازاي نخلي التفسير ده قاطع؟ بص يا سيدي لو الإلكترون فعلا كان موجة فنقدر أحسب طول موجة دي من المسافة بين المناطق اللي حصل فيها تداخل زي ما عملناها قبل كده وقسنا بها طول موجة الضوء مش فاكر وانا بتبلى عليك مفيش مشكلة هسيب لك الحلقة في صندوق الوصف المهم يا سيدي لو جينا وقسنا طول موجة الإلكترون اللي سببت التداخل ولقينا انه طول الموجة دي هو نفس طول الموجة اللي توقعته معدلات دي بروي ساعتها بقى تبقى كده القصة خلصانة والإلكترون فعلا عبارة عن موجة وتوقع دي بروي سالين وطبعا انت اكيد مش فاكر ازاي دي بروي توقع طول موجة الإلكترون بس مش مش مشكلة هفكرك المرة دي لو انت فاكر فالبرت عينشتاين توقع ان الضوء عبارة عن جسيم لما لقى انه كان بيخبط الإلكترون وبيحركه ومدام الضوء بيخبط فله مومنتم والمومنتم ده زي ما قلنا قبل كده حاجة بتميزه الجسيمات فقط وبالتالي الضوء له طبيعة جسيمية وقدر هو وكمتون يستنتجوا العلاقة اللي يحسبوا بها المومنتم بتاع الضوء اللي بتقول ان المومنتم بتاع الضوء بيساوي ثابت بلانك على طول الموجة وطبعا لو عايز تعرف العلاقة دي جات ازاي فارجع للحلقة اللي فاتت المهم ان دي بروي جيوا عكس الكلام ده وقال يا جماعة لو انا عايزة احسب الطول الموجي بتاع الالكترون فانا هعمل العكس والطول الموجي بتاع الالكترون او الجسيمات هيساوي ثابت بلانك على المومنتم والمومنتم طبعا بتاع الجسيمات فده سهل احسبه لانه بيساوي كتلة الجسيم في سرعته واحنا قدرنا نحسب كتلة الالكترون زي ما ميلي كان عملها في الحلقة الخامسة من السلسلة وعرفنا كمان نحسب سرعة الالكترون زي ما لينرد عمل في الحلقة العشرة في السلسلة واللي هسيب لك برضو لينكاتهم في صندوق الوصف وبالتالي احنا بقى كده معانا ثابت بلانك والكتلة بتاع الالكترون وسرعته واصبح سهل على دي بروي يحسب طول الموجة الجميل بقى ان لما دافيسون وجيرمر قاسوا طول موجة الالكترون بشكل عملي لقوا انها بتساوي طول الموجة اللي توقح دي بروي وبالتالي كده التجربة العملية بتثبت صحة المعادلة والالكترون فعلا كده عبارة عن موجة الاغرب بقى ان كلام دي بروي ما كانش مختص بالالكترون فقط اي جسيم له كتلة وسرعة فهو له طول موجة حتى انت كجسيم لك طول موجة بس عشان كتلتك كبيرة فطول الموجة المصاحب لك بيكون صغير جدا لدرجة ان ما فيش اي فتحة متاحة حتى المسافة بين الزرات نقدر نعمل لك بقى تداخل وعايز اقولك بالمناسبة كمان ان تجربة دافيسون وجيرمر اللي اتكلمنا عنها كانت نواة تجربة الشرق المزدوج اللي اتكلمنا عنها قبل كده في حلقات ميكانيكا الكام واللي اثبتت بشكل قاطع ان الالكترون هبارة عن موجة وطلعت معاها باكسر الافكار تطرفا في عالم ميكانيكا الكام الا وهي ان الرصد بيأثر على الحالة اللي موجود عليها الالكترون واللي اتبنت عليها بعد كده فرضيات لا يمكن للعقل البشري انه يتخيلها وطبعا كل الكلام ده موجود في سلتل الكام لو انت حاجب تبقى ترجع لها بس المشكلة الكبرى في الكلام ده ان الالكترون لو فعلا كان موجة فازاي بيسقط على الشاشة ويظهر كجسيم ولو هو فعلا جسيم فازاي بيتداخل زي الموجات وده كان التحدي الاجبر قدام شرودينجر انه يطلع بمعادلة تقدر انها توصف كل الكلام ده توصف الالكترون كموجة وتوصفه كجسيم ساعتها هتقدر انك توصف الالكترون وتعرف مكانه جوا الزرة وسرعته وشكله ايه وشكل الزرة نفسها عبارة عن ايه وتفسر بقى اطياف العناصر وتفزارة الهيجروجين وتحل بقى كل المشاكل اللي قابلها بور وطبعا زي ما قلتلك في الحلقة اللي فاتت عشان نوصل لمعادلة تقدر انها توصف موجة لازم انها تكون جاية من معادلة دولمبير المعادلة اللي كانت بتقول ان التفاضل التاني للدلة اللي بتوصف الموجة بالنسبة للزمن بيساوي ثابت في التفاضل التاني للدلة اللي بتوصف الموجة بس بالنسبة للمسافة واتفادة ان اي دلة بتقدر انها تحقق الشرط ده فإنفع انها تكون دلة توصف الموجة معادلة دولمبير بيسموه في الرياضيات Partial Differential Equation او معادلة تفاضلية جزئية والنعدة من المعادلات له طريقة مشهورة في حله بيسموها فصل المتغيرات او Variable Separation وعشان ما نستهليكش وقت كبير في حل المعادلة فاسمح لي اتخطى الجزئية دي واقولك الحلول مباشرة ولو محتاج طريقة الحل بالتفصيل ياريت تقولي في الكومنتات وانا ممكن ابعمل لها حلقة منفاصلة ما بين الحلقات اسف على المقاطع عدد الوقتي تقريبا 10 دقايق من وقت الحلقة وفي خلال الفترة القسيرة دي من المؤكد ان فيه طفل فلسطيني مات لان الاحصائيات الاكثر تفاولا بتقول ان فيه طفل فلسطيني بيموت كل 10 دقايق على ايه قوات الاحتلال والطفل ده بنسبة كبيرة هي اما ميت جعان او عطشان فدعمك المادي والمعناه ليهم بيفرق مقاطعتك بتفرق صوتك بيفرق فياريت ما تبخلش بيهم المهم يا سيدي ان معادلة دولمبير لما بتيجي وتحلها بتطلع معاك كل الحلول دي وكل الحلول دي عبارة عن دوال ينفع انها تستخدم في وصف الموجة بس واضح كده من شكل الحلول انها معتمدة في الاساس على الصين والكوزاين وواضح كمان انها ممكن تتجمع وده شيء طبعا مدام عملنا استرس عليه فلو تفسير هنحتاجه الموجة عموما عبارة عن حاجة عمالة بتتكرر موجة البحر عبارة عن قمم وقعان عمالة بتتكرر وموجة الصوت عبارة عن تضاغطات وتخلخلات وعمالة بتتكرر حتى المرجيحة وهي بتتحرج ذهابا وقيابا فهي عبارة عن موجة وعمالة برضو بتتكرر ولو عايز حاجة تقدر انها توصف التكرار فما فيش افضل من الدايرة الدايرة اللي تكرار فيها بيحصل كل 360 درجة كل 360 درجة بتعمل لفة جوا الدايرة والدرجات بترجع انها تتكرر من جديد بس عشان استخدم الدرجات لوحدها في وصف الموجة فدي حاجة مش كافية انا عاوز حاجة بتتغير مع تغير الدرجات دي بشكل منتظم وبتتكرر كل ما تكررت الدرجات في الدايرة وافضل حاجة ممكن تقوم بالمهمة دي هي المثلث القائم والمثلث دا تحديدا عنده خاصية مهمة جدا انه طول الوطر بتاعه بيقدر ان هو يتحدد من طول الضلعين التانيين والاطوال دي بتربطهم اشهر قاعدة رياضية واللي هي تقريبا مبنى عليها الجابر والهندسة وهي قاعدة فساغورس واللي بتقول ان مربع طول الوطر في المثلث القائم بيساوي مربع طول الضلعين التانيين ومدام مجموع طول الضلعين بيد الوطر فاي تغيير بيحصل في طول واحد منهم بيدي تغيير منتظم في طول الضلع التاني عشان دايما يقدر انه يحافظ على نفس طول الوطر بس مهما تغير طول اي ضلع منهم فهو محدود دايما بطول الوطر ومش ممكن ابدا انه يزيد عنه وبالتالي طول اي ضلع من الاضلع دي هيبارة عن نسبة من طول الوطر ممكن يبقى نصه تلته ربعه اي قيمة الا انه يبقى طول منه والنسب دي رغم انها بتتغير الا ان تغيرها منتظم ودايما لها قيمة ثابتة عند كل زاوية بيعملها الوطر والنسبة اللي بيمثلها طول الضلع المقابل للزاوية من طول الوطر بيسموها سين الزاوية والنسبة اللي بيمثلها طول الضلع المجور للزاوية من طول الوطر بيسموها كوزين الزاوية يعني لما بتيجي وبتسأل سؤال إيه هو سينة 30 درجة فكأنك بتسأل وبتقول طول الضلع المقابل للزاوية 30 بيمثل قد إيه من طول الوطر ولما تيجي تسأل وتقول إيه هي كوزينة 40 درجة فكأنك برضو بتسأل وبتقول طول الضلع المجاور للزاوية 40 دي بيمثل قد إيه من طول الوطر هو ده المعنى المقصود بالسين والكوزين وبالتالي لو عايز تعرف طول الضلع المقابل للزاوية 30 نفسه مش نسبته فهتضرب النسبة اللي بيمثلها من طول الوطر دي في طول الوطر أو هتضرب الساين في طول الوطر ولو عايز تعرف برضو طول الضلع المجاور للزاوية مش نسبته فهتضرب النسبة اللي بيمثلها من طول الوطر في طول الوطر يعني هتضرب الكوزاين في طول الوطر وكده احنا بقى معانا تكرار بيحصل الزواية جوا الدايرة كل 360 درجة وأطوال أضلاع بتتغير في المثلث القائم كل ما الزواية تغيرت تعال بقى نشوف التغير اللي بيحصل في أطوال الأضلع دي كل 360 درجة وهناخد طول الضلع المقابل للزاوية كمثال واللي اتفقنا انه عبارة عن طول الوطر مضروف صين الزاوية ولو افترضت انه طول الوطر اللي معنا ده بواحد فطول الضلع ده هيبقى بيساوي صين الزاوية مباشرة وهتلاقي ان مع تغير الزاوية طول الضلع ده بيزيد لحد ما يساوي طول الوطر عند 90 درجة بعدها المسلس بيتقلب وطول الضلع ده بيفضل يقل لحد ما يوصل لطول صفر عند 180 درجة ويرجع يزيد تاني لحد ما يوصل لطول وطر المسلس والنسبة ترجع تساوي واحد بس في الاتجاه السالب عند 270 درجة ويرجع انه يقل تاني لحد ما يوصل للصفر عند 360 درجة ونفس القيم دي طبعا بتتكرر كله 360 درجة ولو جيت تشوف العلاقة ما بين طول الضلع والزاوية هتلاقي ان الطول بيدغير مع تغير الزاوية في شكل موجة والموجة دي قمتها بتمثل اقصى طول الضلع ده عند 90 درجة وقاحها برضو بيمثل اقصى طولي في الاتجاه المعاكس عند 270 درجة وبالتالي الدايرة والمسلس قدروا انهما يعملون دايرة نقدر نوصف بها الموجة وتقدر انك تعبر عن الدلة بالصغة دي واي بتساوي ساين سيتا وسيتا هي الزاوية اللي بتتغير واي بتمثل طول الضلع او ارتفاع الموجة عند كل زاوية عظيم عظيم جدا بس في مشكلة الموجة اللي احنا عاوزين نوصفها محتاجين انها تكون بتتكرر خلال مسافة معينة مش خلال زاوية معينة انت ينفع تقول مثلا ان موجة البحر طولها متر او بتتكرر كل متر لكن ما ينفعش تقول ان موجة البحر بتتكرر كل 360 درجة ده على ارض الواقع كلام مالوش معنى وبالتالي احنا عاوزين نخلع من قصة الزاوية دي سهل جدا التكرار زي ما بيحصل في الدايرة كل 360 درجة فهو بيحصل كمان كل ما بتقطع مسافة مقدارها المحيط بتاع الدايرة يعني التكرار برضو بيحصل كل محيط المحيط اللي طوله في حالتنا هنا هيساوي 2 باي لان نصف القطرة زي ما اتفقنا بواحد وبالتالي تقدر انك تستبدل الزاوية بالمسافة عادي جدا ساعتها بدل ما هتتكرر الموجة كل 360 درجة هتتكرر كل مسافة مقدارها المحيط او 2 باي من وحدة المسافات وبنقول وقتها ان طول الموجة دي بيساوي 2 باي اللي هي تقريبا هتساوي 6 متر و 28 سنتي لو وحدة المسافات كانت بالمتر طيب بس احنا عاوزين نقول ان الموجة بتتكرر كل وحدة مسافات او كل متر ما هو مش معقول يعني ان انا اوصف الموجة واقول انها بتتكرر كل 2 باي برضو ما هوش عملي سهل جدا اضرب ال 2 باي في المسافة هتلاقي في الحالة دي ان كل من المسافة كانت بواحد هتلاقي ان الموجة عملت محيط كامل او عملت 2 باي وبالتالي التكرار هنا الوقتي بيحصل كل متر وساعتها بنقول ان الموجة دي طولها متر بس معلش يعني مش كل الموجات طولها متر او بتتكرر كل متر في موجات اطول وفي موجات اقصر وعشان الدلة تبقى مناسبة لكل الموجات فاحنا هنقسم على الطول الموجي للموجة اللي عاوزين نوصفها لان بالبلد كده لو عندك مسافة مقدارها متر وقلت لك الموجة اللي طولها نص متر بتتكرر جوها قد ايه فانت هتقول لي مرتين فكل اللي انت عملته انك قسمت على طولها ولو طول الموجة اللي انت عايزها كان تلت متر فالموجة دي هتتكرر تلات مرات وهكذا وبالتالي عدد التكرارات اللي هتعملها الموجة في واحدة المسافات هيساوي 2 باي على طولها الموجي عظيم جدا بس في مشكلة كمان الموجة مش مجرد قمة مقعان بتتحرك في المكان وبس الموجة كمان بتتحرك ومكانها بيتغير بمرور الزمن ولو افترضنا انك واقف على محور المسافة عند نقطة معينة ومسألتك شايف ايه الوقتي وقلتلي شايف قمة فمع حركة الموجة وبمرور الوقت فالجزء اللي انت شايف من الموجة ده هيتغير وبالتالي انت محتاج تدخل عامل الوقت في المعادلة اللي معاك عشان تقدر توصف الموجة بشكل دقيق والموضوع ده رياديا سهل جدا انت تقدر تعتبر ان حركة الموجة بمرور الزمن انه ترحيل بيحصل للموجة على محور اكس بمرور الزمن والترحيل ده معناه انك هتجمع او هتطرح عدد الموجات اللي بيترحل من الموجة كل ثانية او ترددها وزي ما عملنا مع المسافة هنعمل برضو مع الزمن بالزبط اذا كان عدد الموجات اللي بيتعامل في المتر بيساوي 2 باي على طول الموجة فعدد الموجات اللي هيتعمل في الثانية هيساوي 2 باي على زمن الموجة الوحدة اللي هو بيمثل تردد الموجة وكده بقى معانا الدلة اللي قادر انها توصف اي موجة بتعمل اي عدد موجات في المتر الواحد وبتعمل اي عدد من الموجات في الثانية وعشان المعادلة دي ما تبقاش من كالكعة ويبقى شكلها ألطف فاحنا سمينا عدد الموجات اللي بيحصل في الثانية ده بالويف نمبر او العدد الموجي والدينال والرمز ك وسمينا عدد الموجات اللي بيحصل كل ثانية بالتردد ودي ناله الرمز اوميجا وكده الدلة دي تقدر انك تعتبرها دلة كاملة لا ينقصها الى شيء واحد بس انك تحدد ارتفاع الموجة لان مش كل الموجات ارتفاعها قد بعضه وعشان تحل المشكلة دي فانت هتضرب الدلة دي في ثابت بيمثل ارتفاع الموجة والثابت ده بيسموه ساعة الموجة او الامبلوتيود وبنديله الرمز ايه ولو انت عاوز تعرف يعني الامبلوتيود ده بيمثل ايه في الدايرة والمثلث بشكل رياضي فانا حب اعرفك ان الامبلوتيود بيمثل نصف قطر الدايرة او الوطر بتاع المثلث القايم اللي احنا كنا ادينا له القيمة واحد وبالتالي كل ما بيضغير فيه بيضغير من مساحة الدايرة وبيضغير من ارتفاع الموجة وكده دلوقتي اقدر اقولك ان معاك الدلة اللي تقدر توصف بيها اي موجة ايا كان ارتفاعها وايا كان عدد الموجات اللي بتعملها في وحدة المسافات وايا كان عدد الموجات اللي بتعملها في الثانية شيل بس الواي دي وحط مكانها ابصاي عشان تخوف بها الطلبة وكده تدلق معاك مش ناقصها اي حاجة والشيء الجميل في المعادلة دي انها ينفع تتجمع وتتطرح عادي جدا يعني لو عندك موجة بالشكل ده وقبلت موجة تانية بالشكل ده فممكن انك تجمحهم او تركبهم على بعض عشان يكونوا موجة بالشكل ده والعكس الصحيح لو شفتم موجة بالشكل ده فانت ممكن تحللها للمكتن الاساسيتين اللي رجبوا على بعض وكوينوها ولما مكتن او اكتر بيتجمعوا ويركبوا على بعض بيبقى لهم اسم مشهور اكيد سمعت انه قبل كده وهو السوبر بوزيشن او التراكب واكيد فاكر في حلقات ميكانيكا الكام لما كنت بقولك ان القطة عايشة وميتة في نفس الوقت لانها في حالة سوبر بوزيشن والالكترون بيلف يمين وشمال في نفس الوقت لانه في حالة سوبر بوزيشن وكل التفسيرات الغريبة اللي قابلناها في ميكانيكا الكام كان اساسها مكتن او اكتر اتجمعوا ويركبوا على بعض وعملوا سوبر بوزيشن زي ما هنعرف بعد كده بس الحد اللحظة دي شوردينجر ما عملش لسه اي حاجة المعادلة الموجية بتاع الدولمبير كانت موجودة من قبله وحلها كمان اللي احنا شرحناه برضو كان موجود من قبله حتى السوبر بوزيشن نفسه كان موجود من قبله الا ان شوردينجر كل اللي هيعمله انه هياخد الدلة دي ويقيفها ويزبطها على حسب مفاهيم ميكانيكا الكام ويخليها قادرة انها توصف الالكترون بس شوردينجر هيتصرف ازاي عشان يقدر يطلع من المعادلة دي كل اصرار المادة هذا ما سنعرفه ولكن في الحلقة القادمة لا معلش بس لحظة واحدة مش دي الدلة الموجية اللي احنا بتشوفها التانية فيها ارقام تخيولية ورموز غريبة وحاجات ميكالكعة بص يا سيدي اخو انت معك حق بس عايز اقولك ان الكنسيبت هنا هو نفس الكنسيبت اللي هنا مفيش اختلفات ضخمة بس المعادلة اللي انا قلتها لك دي اسهل وابسط وهتوفر علينا شرح الكثير والكثير من الرياضيات طب تعالى بقى نفترض انك عايز تعرف الكثير والكثير من الرياضيات فالخيار خيارك انا هشرح الموضوع على قد ما اقدر بتو ليفلز واحد هيبقى بسيط نوعا ما ما وعدكش برضو انه هيكون بسيط والنوع التاني هيكون بقى داخل فيه الموجة التخيلية والاعداد التخيلية والمعادلات التفاضلية وكل الكالكعة الغريبة دي الاستريم الاول هتلاقيه موجود على القناة ومفتوح عشان يعني الجمهور يقدر يتفرج عليه ومحدش يهرب مننا والاستريم التاني هيبقى موجود برضو على القناة او على الباتريون لكنه هيكون مقفول للمنتسبين للي حابب انه ياخد فكرة اعمق او يتعمق اكتر في الرياضيات وبالتالي بعد ما تقفل الحلقة دي هتلاقي حلقة تانية موجودة على القناة بتتكلم بالتفصيل عن الموجة التخيلية اللي استكدمها شوردينجر باعدادها التخيلية وابعدها الجديدة ورموزها الغريبة هتقدر انك تشوفها لو كنت احد المنتسبين في القناة او احد داعمين على الباتريون وحابب اوضح نقطة اخيرة ان النوع ده من المحتوى مش هيأثر على المحتوى المفتوح اللي موجود على القناة لكن ده هيبقى بيخاطب الجمهور اللي حابب انه يتعمق اكتر لكن طبعا لحد ما الحلقة الجديدة تنزل ما تنساش انك تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناة وتفعل اشارة الجرس سلام